وهذه المرة سنتحدث عن تريند أدبي كثيرون يعرفون الشاعر الفلسطيني تميم البرغوثي كثيرون أيضا يعرفون الشاعر السوري أنس الدغيم صخر كلهما شعره لنصرة القضية الفلسطينية وهي طبعا القضية الأعدل على الكوكل لكن بيتا شعريا ألقاه البرغوثي من قصيدته مقام عراق جعل الدغيم يرد عليه بما يترنح بين التصويب والهجا ألقى تميم في معرض الكتاب ببغداد أبياتا من ختم قصيدته مقام عراق والتي مطلعها كفول سن المراثي إنها ترف عن سائر الموت هذا الموت يختلف وجاء في المقطع الشعري المقصود أن قال إن الحسين عراق حل في جسدي إن العراق حسين آخر الأبدي ودهره أموي ما له شرفه طبعا يتحدثوا عن مأسة الحسين بن علي بن أبي طالب حفيد رسول الله الذي استشهد في كربلة العراقية البيت في ختامه يهاجم شرف الأمويين صراحة إن العراق حسين آخر الأبدي ودهره أموي ما له شرفه بعد هذا نشر أنس الدغيم على حساباته في السوشال ميديا أبياتا يرد فيها على هذا البيت كيف لا وهو الملقب بأبي معاوية خاطب البرغوثي قائلا خلوا الحسين وآل البيت وانصرفوا ونترك له المنصة كي يكمل أبياته بصوته بعد ذلك نشر تميم البرغوثي على فيسبوك هذا النص تناول النص انتقادات حول اقتطاع جزء من قصيدة في ندوة فكرية لتأجيج الفتنة الطائفية هنا يخاطب قناة عربية ولا يخاطب أنس الدغيم الشاعر كان في معرض الكتاب ببغداد حيث تحدث مع رئيس الوزراء العراقي حول المواضيع المتعلقة بالحرب بعد الحديث طلب بعض الحضور بسماع بعض من قصائده حيث قال أنه تم اقتطاع بيت جاء على لسان زينب بنت علي بن أبي طالب ليخدم مشهدية السرد الشعري اعتبر ذلك تحريفا لمغزى قصيدته مقام عراق هذا ما جاء به الشاعران إلى غاية تصوير هذا العدد إذا تحدثنا عن آل بيت فتميم كتب بردة في رسول الله صلى الله عليه وسلم أما الدغيم فكتب في مديح النبي حتى قال في رثاء والده لقد صدقت كوعدي سرت أشعرهم لكنني لم أبع قلبي ولا أدبي فالشمس تلك التي مرت بنا زمنا أنا الذي جرها من شعرها الذهبي والريح غازلتها بكرا وأرملة كانت تلين إذا مرت على هدبي يحق له هذا التفاخر وهذا السمو بعد قوله في رسول الله صلى الله عليه وسلم يا كل ذي زرع ولم تكواديا أنت الذي وضع النقاط على الذرة وأنا الذي لم يدن بعد وما دنا من قاب قوسك مرة أو أكثر وأنا الذي في الطل يغرق كيف من لا قطرة غامت يداه فأمطر تفخر أيضا تميم بشعره وقال أرى الشعراء لما قلدوني ستظهر هنا السورة قال أرى الشعراء لما قلدوني مقاليد الإمامة قلدوني بيكتمل الكلام وقلدوني وطير الشعر يرزق من يدي يحق لتميم هذا بعد قوله في رسول الله ويعذلونك في رب تحاوله إن الظلالة تدعو نفسها رشدا والكفر أشجع ما تأتيه من عمل إذا رأيت ديانات الورى ثند ورب كفر دعا قوما إلى رشد ورب إيمان قوم للظلال حدا تحدثنا عن الخلاف بينهما ها هما يجتمعان في حب النبي ومديحه يجتمعان أيضا في الآلم الذي نحسه جميعا ونحن نشاهد الإبادة الجماعية في حق أهل غزة يشعر تميم بنصوصه المتتالية وأولها تحريرها كلها ممكن وأخرها تحريرها كلها بدأ وهو استشرافي استراتيجي مستنبط من دروس التاريخ لما يعيشه القطاع حاليا وهو الذي خدم القضية الفلسطينية منذ سباه فيرسم مشاهد للقدس كقوله في القدس لو صافحت شيخا أو لمست بناية لوجدت مكتوبا على كفيك نص قصيدة يبنى الكرام أو اثنتين يوافقه الدغيم في نصرة القضية بل وربما يغلبه والحكم للنقاد طبعا إذ يقول السوري بن إبراهيم في قصيدة بعنوان المسافة صفر يقول ينسل حر كوجه الصبح منتصب كأنه في حروب المعجم الألف لم يعرف الميل لم يعطف محاجره وليس إلا على الأعداء ينعطفه عجيبة هي غزة تجمع من يختلف لا تريد منك إلا أن تكون إنسانا فلا تحتاج لنصرتها إلا إلى فطرة سليمة وإلا فالجأ للغريزة كي تأكل وتنام كالأنعام في استبلها في التعليقات يقول محمد صابر على منصة فيسبوك أن شفت الاقتطاع أمس واتغضت جدا وقلت اللي ركز في البيت ومسمعش القصيدة كلها ولا سمع البيت اللي قبله إيمان كتبت لله درك يا أيها العربي الأصيل عروف كنطقة الحقيقة التي يجب أن يعرفها الجميع الجميع أماميس فكتبت أن كلاهما شاعران تحبهما وما يقدمانه لخدمة القضية الفلسطينية أكبر من أي خلاف قد ينشأ بينهما ربما اختلف شاعران دخل خلافهما الترنت يفرح واحدهم بتفجير أجهزة البيجر في جيوب جنود حزب الله مرددا أتشمت إي والله إني لشامت ويفرح قلب الحر دور الدوائر ويخاطب الآخر حسن نصر الله قائلا أبايعكم يا سيدي وابن سيدي إذا كنت أهلا أن تصافحكم يدي لكنهما لا يختلفان على حزن العراق ولا على دماء غزة فلسطيني وسوري يتحدثان عن العراق فيسح في هذه الدول الثلاث والأمة الواحدة قول عبد الرزاق عبد الواحد الذي كنا نراه الآن الذي ردد من قلب الوجع ساميا قد يأكلون من فرط الجوع أنفسهم لكنهم من قدور الغير ما أكلوا وعلينا جميع المشاهدين الإجابة على سؤال مظفر النواب الذي سيظهر هنا كتب القدس عروس عروبتكم فلماذا أدخلتم كل زنات الليل إلى حجرتها سنعرض الآن فيديو من قلب غزة من قلب المجزرة في النصيرات الأشلاء في كل مكان الأجساد متقطعة والنواح يغلب كل نادبة شهدوه كي لا تتعود المشهد فلا تجعل مشاهد الإبادة الجماعية ومشاهد السينما في كفة واحدة نترككم مع الفيديو ونشكركم على كرم المتابعة وسلمون